برحب بكم أعزائjä مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المجهر الأول برحب بأختي فرحة أزكا فرحة أهلا بيك يا مارينة النهاردة فرحة عنوان حلقتنا هيكون وعود الله تتحقق عكسيا أصدق بس هو الله أكبر مثل الإله الحقيقي تصور يا فرحة أن ربنا لو أل حج المفروض الله إيه كلامه صادقه السيف لكن احنا في الإسلام والدان اللي هنشوفه على مدارة الحلقة كل ما يقول حاجة ما تتحققش بالعكس تتحقق بالعكس طيب قبل يا فرحة ما نشوف الكرآن والحاجات دي ايه رأيك في بعد صلاة الجمعة في بعض المشايخ أو بعض الجوامع تقعد اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصارى رم نسائهم يتب أطفال هل ده بيحصل ده بيحصل يقوم الحج كمان يعني بيبقى مليون ونص اتنين مليون حوالين صندوق الكعب يحوضوا ويحوضوا ويحوضوا مش يدعوا يدعوا على الناس وانا فيش حاجة بتحصل بتحصل على المسلمين تلاقي الخراب تلاقي الخراب في بلدانهم تلاقي هما يدعوا على اليهود والنصارى يعني الغرب والحاجات دي تلاقيهم كلهم يتقدموا ينتعش اللي الدعوة بتقع عليهم هما ده حقيقة يعودوا انت بتدي ربك خليهم هما يفكروا فيها كده واحنا ليه بندعي وما بيحصل لناش ومبيحصل لهمش كمان حاجة هما على الاله الإسلام ما بيسمعش والعكس بيحصل العكس هما يطلعوا باقتصادهم فوق والدول الإسلامية تنزل تحت والحروب واللبنان حروب والأرق حروب ومش عارفة اي حروب كل حروب وهم اللي النساء هم بتترمل ويالهم بتتقدم مع ان البلاد العربية دي فيها كنوز يعني السروات سروات تاريخية سروات كده يعني لكن على حسب مين اللي ماسك طبعا ده موضوع تاني سياسي بقى وكده خلينا نشوف أول حاجة بصورة الحجر 95 يقول إيه إن كفينك المستهزئين يبقى الله بيقول للرسول إن كفينك المستهزئين يبقى المفروض محدش بعد الكلمة دي يعمل إيه يستهزق بالرسول لا فقت الرسول ولا بعد الرسول بيموت ولا بعد ما الرسول ما يموت احنا دلوقتي يا ممالحدين برضو بيتكلموا بيقولوا بيستهزئوا يا ما ناس كتير بتستهزئ يعني بالمحمد ويعملوا رسومات وحاجات وكده فيبقى هنا لما نقول إن كفينك المستهزئين خلينا نشوف سورة الأنبياء 36 بتقولوا إذ رأاك الذين كفروا إن يتخذوك إلا هزوا هزوا هذا الذي يذكر ألهاتكم وهم بذكر الرحمن هم كفرون طيب إنت مش قلتله إن كفينك المستهزئين ولا المستهزئين ماشي انت قلت له كده يعني وعدته الله وعده ما حدش هقرب منك لا ما حدش هتأذي بيك ماشي أي قرب بالكلام بالسهزاء بأي حاجة كمسلمين يعني لما يجوا يقروا سورة الفتحة يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في سرهم الأول ليه لأن لما كانوا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي كان يقولك هزق منه المشركون ويقولوا إيه ده بيذكر إله اليمامة فراحوا خلوها يقولوها إيه سرا وده ناس كتير جدا من مسلمين يعني مذاهب بس كانوا ما بيقولوش بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة إلا سرا أول ما يبتدوا يقولوا الحمد لله رب العالمين على طول لكن جواهم لازم يقولوا بسم الله ده في عصر الرسول ببك وعمر ليه لأن أول ما كانوا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يقولك إيه بيذكر إله اليمامة ويهزق منه المشركون وكمان لما كان بيقرى في القرآن بصوت عالي كانوا بيسبوا للقرآن ومن أنزله هو من أتى به ومن أنزله هو من مشاركة منه وبعدين إيه قالوا إيه قالوا إيه اخفض اخفض صوتك يعني ما تعليس صوتك طب مش أنت قلت إن كافيناك المستهزئين نعم سبا مش أنت قلت لا كافيناك المستهزئين ولا كل الحاجات اللي قالوا بالعكس بالعكس خالص طيب في صورة الفتح 29 هنشوف وعود الله بتتحقق عكسيا ولا لا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الطورة ما ألغيت هنا لنا كده نمر واحد يا مرينا بيقول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم خلينا في رحماء بينهم هل تم هل فعلا المسلمين رحماء فيما بينهم ويوررون نجيب من أيام مشوى المفروض الله قال رحماء بينهم يبقى رحماء بينهم أنا عندي تعليق لما مات محمد كانوا رحماء فيما بينهما راحوا عمليوا سابو سابو في القوضة ومقفول عليه وراحوا تخلقوا مع بعض في سقيفة بني سعيدة عشان مين اللي ياخد القلاف مع سعد بن بالزبط هل دي في رحمة لا لا مفيش رحمة وقتلوا على فكرة قتلوا سعد بن عبادة برضو علشان دي مفيش رحمة معهم صحاب فين رحماء فيما بينهم من أول مامات الرسول من أول مامات الرسول أبو بكر قيلة إنه هو قتلة أيها مت ماتوا من اللي قتله مش الكفار الكفار قيلة أنا عشان كده أبو قيلة اسمه إيدها هوت عمر بن الخطاب اتأت جوه المسجد بيقوله أبو لؤلؤ المجوس هو فارسي مسلم هيخش مسجد يقتل عمر لا ده كان مسلم وبيكذبوا على الناس ويقولوا مجوسي علشان إيه يبعدوه على إنه هو غير مسلم دي نمرة واحد نمرة اتنين معركة الجمع عثمان لا 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 خلينا في عثمان لأول قبلها عثمان بن عفل مين اللي قتل ومش المسلمين عائشة حردت على قتله عائشة حردت على قتله ومين محمد ابن أبي بكر تصور السور ومش عارفة إيه ومسك لحي هو أو حد منهم مسك لحية عثمان بن عفل والضرب ومرات عثمان بن عفل المسلمين مسكوا عجيزاتها قالوا هي العجيزة اللي هي يعني المقعدة بتاعتها وقالوا شوف كبيرة إزاي المقعدة دولة صحابة دولة صحابة وقد بقلك وقاموا قطعين صواباحة حتى وقتلوا عثمان ومنعوا لا وحصروا يعني فضلوا محصرين بيت ومنعين عنه وكل حاجة ومنعوا عثمان بن عفل إنه يدفن بدرجة مجموعة صغيرة خدوه دفنوه بالليل بالليل وكانوا الناس بيحدفوا بالحجارة على النعش بتاعه محمد بن أبي بكر لما حطوه في حمار ومشوي وعائشة بطلت تاكل لحمة الخرفين تاكلها مشوية يعني دولة الرحماء فيما بينهم حرب الجمل ما بين عائشة وبين علي ما بين 7000 لتمن تلاف مسلم اتاتلوا دولة رحمة فيما بينهم 20 ألف يعني أنا أنا بأجيب لحد الأدنى بسته أرقام برضو يعني حتى لو 7 ولا كده دي أرقام كبيرة مسلمين بيقتلوا مسلمين بيقتلوا دم أيوة ولا واحد دم مثلا معركة صفين الصفين صفين هي اسمها صفين صفين دي بين معاوية وعادي بين مسلمين والاتنين بتخنقوا مع بعض بيحربوا بعض مات أكتر من 70 ألف من الاتنين ومين اللي قتل الحسن ومين اللي قتل الحسن مسلمين برضو مسلمين فين الرحماء فيما بينهم أحفاد الرسول تم قتلهم الحسن سم بالسم الحسن أطع رأبته فاطمة أطع رأبته ولعب بها كورة أطعوا أطعوا فاطمة موتوها برضو موتوها فتحوا عليها الباب وموتوها يعني في حاجات كتيرة سقطوها كانت حامل وكانت حامل بالمحسن تقريبا ده المسلمين اللي عملوه مش لليهود ولا النصارى ما كانش في أمريكا وإسرائيل وقتها ولا حاجة خالص ده هما اللي كانوا معيمينين على المنطقة كلها فهما بيأكلوا بعض تعالي اتفرجي في الدول الدول العربية اتفرجي الشيعة والسنة اتفرجي في العراق بيعملوا ايه اتفرجي في لبنان بيعملوا ايه اتفرجي في كل حتة حتى فلسطين اللي هما بيقولوا فلسطين بتوع فتح انت أتلوا من بتوع حماس مصر داعش مش عارفة ايه باكستان افغانستان كله يبقى محمد رسول الله ولذينا معه اشدعى كفار رحمة فيه بينهم بالعكس 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 او كلام الله بالعكس بالزبط طيب خلينا نشوف كمان نقطة بيقول وقالت اليهود يدى الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداموا بسططان ينفق كيف يشاء وليزدن منهم كثيرا ما أنزل عليكم من ربك تغيالا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أقضوا نارا للحرب أطفاءها الله يسعون في الأرض فسيدان الله لا يحب المفسدين أول حاجة هل هنا بيقول ايه قالت اليهود يدى الله مغلولة غلت ايديهم هل اليهود إيديها مغلولة إيديها طيلة في كل حتة إيدي طيلة صراحة ده اكتصادها فلة فلة وكمان يعني إيديها سلطان يعني مع أمريكا ولا مغلولة ولا بتاع يعني مع بعض ده اللي مع إسرائيل مع أي دولة غربية قوة قوة أيوة يعني هما هل هل تكنولوجيا عندهم فظيعة بيقولك اللي عينوا بما قالوا هل ملوانين إحنا شايفين إنه شعب ملوانين مبارك جدا لأن في العهد القديم الله بارك إبراهيم وبارك نسله فالنسله طبعا اللي هو من إسحاء وهي مقصود بها البركة تيجي من المسيح المسيح لكن في بركة في عندهم حتى لما بيخطأوا كان بيعقبهم لكن ربنا برضو بيباركهم لغاية دلوقتي ففين فين إنهم حفى مارينة معلش نقطة صغيرة من ضمن البركة سبع علماء تقريبا خدوا نوبل من عندهم سبع أكتير كتير مش سبع أكتر بس بينهم العدوى والبغضاء إلى يوم القيامة طبعا إحنا شايفين عدوى والبغضاء اللي عاملين اللوبي اللوبي بالعكس يعني القينا بينهم العدوى والبغضاء بالعكس هم عاملين اللوبي ومتمسكين جدا في العالم كله حتى اللي في الحبشة بيجيبوه واللي في روسيا يجيبوه واللي مش عارفة إيه لأنهم إخوة يبقى اتحققت بالعكس يبقى لا ديهم ملعونة ديهم مغلولة ولا ملعونين ولا فيه بينهم عدوى والبغضاء إلى يوم القيامة بس هو قال إيه إلى يوم القيامة ما هكسب ما هم إحنا شايفين هنا دينا الواقع إحنا قدام الواقع دلوقت الواقع هو في كل وقت عمر ما يهودي بيحرب أنت عمرك شفت يهودي بيحرب يهودي لا مستحيل ما يحربوش بعض ما يحربوش بعض خالص طيب بيقول لك كلما أوقادوا نارا لحرب أطفالك آآ وما فيش يا عم دا ما فيش حد بيطفيها بتاقي لين 67 سمعين أوقادوا حرب لأطفالك المهم نرجع بقى في الله يعصمك من الناس يا محمد هل الله عصمو نشوف كده نشوف ألاقي تصحر وتسمم فين يعصمك الله وعد محمد بأنه يعصمه من الناس نمسك أن رسول الله طب حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه يتخيل أنه عمل حاجة يعني إيه تخيل أنه يفعل الشيء هو لا يفعله يعني مثلا أنه حط طبق قدامي كده أكل وهو فاضي وبيكل وأنا مش بأكل مش بأعمل نفسه أنا عايش الدور آآ ما فيش حتى طبق حاجة بتعمل إيه بأكل أو ما بأكلش هل ده منظر ده طبيعي هل ده طبيعي ده حاجة ده إحنا هنشوف عليه على وجود الجنن أو عنده مرض عقلي صح صح أو مسحور أو أي حاجة أما فبيقول لك حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه وأنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه فقالت عيشة فما زاك يا رسول الله قال يعني لما تعب خالص قال أنا دعيت ربنا فقال جاء أني رجلان كان بيكلم عيشة فجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهم لصاحبه ما وجع الرجل إلا عنده يعني الله بعت له ملاكين ولا بعت له إيه ومش عارفين عنده إيه آه آه بيكلموا بعض بيستشيروا في بعض بيستنوا وهما جايوا من عند ربنا طبعيتهم ليه يعني انزلوا انت طرف تحت غرفة الطوارئ آه قال مطبوب مطبوب يعني مسحور واحد عارف واحد مش عارف آه قال له واحد عارف وفعلا عندك عارف قال من طبه خال لبيد بن الأعصم مين اللي طبه والتين جايه من عند الله ومش عارف واحد عارف والتاني مش عارف قال في مماذة طب مش عارف هو جاي جاي فاجئ اتفاجئ اتفاجئ ما كانش محضر يفتح الفايل قال في موشته ومش خاطة وجف طلع فأين هو قال في ذروان وذروان بيقر في بني زرائق يبقى اذا الكلام ده موجود في صحيح بخاري اللي قالته عائشة يعني الله يعصمك من الناس الناس صحروه بالزبط كده اتصحر اتصحر فين بقى الله يعصمك من الناس ما فيش هل وعد الله اتحقق بالعكس اتجاله بالعكس اتجاله بالعكس اتصحر اتصحر الرسول من الناس طيب من واحد واحد الله يقول حاجة واحد من ايه ده بقى الله يبقى يبقى وصله الخطة كلها طيب الحاجة التانية مارينة انه الرسول تسم على فكرة حكاية ان الرسول مات بأثر السم ده مسلمين كتير ما يعرفهوش ان الرسول مات ما سموم ما يعرفهوش لما جاي موت بيقول لها يا عائشة في فراش الموت يا عائشة ما ازل اجد المطقهما الذي اكلته بخيبر فهذا اوان وجدته انقطاع ابهوري من ذلك السم حكاية السم ايه بقى يا مارينة لا هو بيقول ان في خيبر في واحدة يهودية ده موضوع طويل معلاش قوليه سوانيا جابت له شاه مسمومة فهو بيحب الزراع فنحش نحش من الزراع فراحت طبعا في واحد جنبه اكل الاول فمات فهو شاف صاحبه مات فابتدى كده يأكل فراحت الشاة الشاة تكلمت بعد ما عندها تأخير اه تأخير انا مسمومة انا مسمومة بعد ما كلت بعد ما صاحبه كل وهو كل واصل السم فيه اه فالشاة جالها زي ما تقولي الوحي متأخر قلت له انا مسمومة طب قولي قبل ما يأكل بتقولي بعد ما كل بعد ما الرجل مات قالت للشاة اخبارتني انها مسمومة طب مش تخبرك قبل ما تأكل المهم المهم انه تسم تسمي وقتها وقالك ان السم فضل يعني في جسمه غاية ما ايه ربنا ازن للسم يشتغل يعني فبيقولك الطعم الذي اكلت بخيبر اه وخلاص انقطاع ابهوري والكلام ده الالباني يبقى في الاخر انه هو ايه اتسمم وتصحر وانا فيهوش الطابر ان انت تاكل طامر في الصبح سبع تمرات يقيك من السم والسحر الكلام فاضي يعني الرسول مات مسموم ومصحوق يعني مات مسموم وايه اتسحر اذا بالعكس الله يعسمك من الناس ما تحصلتش تحصلت بالعكس اذا وعود الله جت بالعكس او احنا دلوقتي في نهاية الحلقة احنا اعتناك كذا حاجة كده فيه حاجات تانية على فكرة احنا اعتناك كم نقطة كده تفكر فيهم هل وعود الله تتحقق عكسيا ويفكر في الموضوع وراجع ورانا ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من الاسلام تحت المكهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة